إدارة الأعمال العسكرية في سوريا على طاولة البحث بين روسيا وإيران وسوريا في تهران التسريبات الأخيرة تتعلق بالحاجة إلى زيادة الدعم البري الروسي للتحقيق تقدم على الأرض دفعت حديفي النظام إلى دنقاش المرحلة المقبلة وزراء الدفاع الإيراني والروسي والسوري يلتقون تحت شعار مكافحة روسيا للإرهاب في سوريا بحسب تهران ويستعرض اللقاء ما تحقق منذ دخول موسكو على خط الأزمة قبل تسعة أشهر كذلك مساهمة موسكو في المعارك الدائرة بين النظام والمعارضة تهران تحاول إقناع الكريملين بإرسال مزيد من القوات البرية بعدما بدلت الغارات الروسية المعادلات الإقليمية بشأن سوريا بحسب تهران تقارير صحافية تحدثت عن خلافات بين روسيا وإيران حول مسار العملية العسكرية وأهدافها ما دفع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني إلى زيارة موسكو مرتين محاولا تقريب وجهات النظر فانسحاب روسيا الجزئي في منتصف مارس أخلت توازن الجديد وكلف إيران عددا كبيرا من القتلى بشار الأسد في خطابه أمام مجلس الشعب الجديد لنفأ الخلافات والانقسامات بين حلفائه ولكن أطرافا إيرانية عديدة بينها وكالتا فارس وتسنيم انتقدت ما سمته التراخ الروسي بعد مقتل عدد كبير من قادة الحرس الثوري في معارك جنوب حلب بخان طومان بسبب ما سمته ثقة موسكو بوعود واشنطن عمر حرقوس العربية ترجمة نانسي قنقر